ارتفاع تكاليف إنتاج المزروعات من جهة وانخفاض أسعارها أثناء التسليم من جهة ثانية هو ما يثقل كاهل المزارعين في إدلب وحمة فلا الدعم الحكومي المقدم للمزارعين كاف لتحقيق الانتاج المطلوب ولا المزارع قادر على تقديم ما يلزم للحصول عليه نهاية العام والله ما في شيء إلا في صعوبات لأنه عم نعاني من كل المشاكل تجال فلاح لا مازوت لا أسمده يعني ما في شيء كيس السماد اليوم ب350 ألف ومو موجود إلا عن طريق الشركة غلاء وسائل الإنتاج الأسمده المازوت الأدوية ما عد فينا نحصل عليها بالشيء السهل والأسمده انقطعت عننا خالص من يوم الحنطة ما عد عطوناش ما عد عطونا ولا كيلو هلأ اشترينا كيس السماد للفستق ب350 ألف الكيس السماد وفي نوعب 400 الصعوبات اللي بيعنيت منها الفلاح في محافظة إدليب بشكل عام هي أولا الأعلال المتأخرة عن الموعد الاستثمار نطالب تقديم موعد الاستثمار وخاصة لأرض السليخ واحد اثنين عدم استجرار البزار والسمات في الوقت المحدد نطلب من المسؤولين أخيوه تزليل هذه العقبات أمام المزارع لأن وضعه سيء جدا سيء وبدوا يفلح أرضه يعني الابدار ما عنده يملك سمن الابدار السماد ما عنده حق السماد نحن نتمنى من الدولة أن تساعدنا بهالموضوع هذا المحروقات والأسمدة والأدوية وارتفاع أسعارها في السوق المحلية وعدم تقديمها من قبل الجهات المعنية للفلاحين بالسعر المدعوم وبالشكل المطلوب الذي تحتاجه المحاصيل هو ما يزيد من معاناة الفلاحين أثناء زراعة محصولهم منذ بدايته حتى عملية الحصاد عم نشتري اليوم 500 ألف اليوم اليوم 500 ألف كيس السماد اليوريا سماد 30 اللي كان هذا بالشوارع مشروح اليوم حقه 300 ألف والله ما في دعم خالص للزراعة لا محروقات لا أسمدة لا شي خالص يعني فيه غياب كبير للدعم والله أهم من الصعوبات التي نواجهنا هي أهم شيء المزوط والأسمدة وإحنا هذول اثنين محرومين منهم نطالب أنه رخصنا أول سنة خالص ما في داعي أنه كل سنة ما نرخص شغلة ثانية البدار والسماد عم يكون قليل وفي تأخير بالتسليم حتى المزوط كمان تأخير البزار بالدرجة الأولى الشغلة الثانية يعني أنه هالمستثمر اللي عبيجي من بره نحن هال الريف قدلي بالجنوبة نحن أولى وأحق من المستثمر اللي عبيجي من بره لحتى يزرح الأرض المزارعون يأملون خلال الموسم القادم أن يتم تأمين جميع ما يحتاجونه من محروقات وأسمدة وأدوية وجميع المستلزمات الزراعية حتى يتسنى لهم زراعة محاصيلهم والحصول على الإنتاج المطلوب ورفضوا السوق المحلية بالمنتجات موسيقى